يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته فانوراما الظهور المهدوي الحلقة الأربعون البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبية أعرف إمامك وأعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط مرابطة الأحراري في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلقا بائنا لا رجعت فيه إن كنت راغبا في إمامك مرحلة الظهور في صورتها الفائقة العناوين المرتبطة بهذا الموضوع أولا القيادة الفائقة تقدم الكلام بخصوصها في الحلقة الماضية ثانيا البرنامج الفائق عرضت بين أيديكم المعطيات التي تناسب هذا العنوان ثالثا الطبيعة الفائقة رابعا الرجال والنساء الفائقون خامسا التقنيات الفائقة سادسا الحياة الفائقة سابعا منظومة العلاقات الفائقة تقدم الكلام في العنوان الأول والثاني في الحلقة الماضية حيث عرضت بين أيديكم نماذج من الأحاديث المعصومية الشريفة التي تخبرنا بنحو الإجمال وبلسان المدارات عن مضامين تلك العناوين العنوان الأول القيادة الفائقة حيث يتفعل هذا التفوق عبر الولاية التكوينية والولاية التشريعية لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه العنوان الثاني البرنامج الفائق إنه المثال المستأنف عرضت بين أيديكم نماذج من الأحاديث المعصومية التي أخبرتنا بالإجمال وبلسان المدارات عن جانب من تطبيقات هذا البرنامج إنها تطبيقات فائقة للمثال المستأنف وصلت معكم إلى العنوان الثالث والذي سأحدثكم عنه عبر النصوص المعصومية التي تخاطبنا بلسان الإجمال ومستوى المدارات الطبيعة الفائقة وإنما ستكون الطبيعة فائقة بأرضها وترابها ورمالها وصخورها ومائها في أنهارها وبحارها بهوائها بهوائها وأجوائها وطقسها ومناخها بكل ما عليها وبكل ما تنتجه وتخرجه لنا أجوائها ومائها بسبب كل المقدمات التي مرأ الحديث عنها ومن أهمها التغير الهائل في المنظومة الزمانية فذلك التغير سينعكس عكاسا واضحا وبينا على الطبيعة وشؤونها وهناك ما هو الأهم فإن وجود المعصوم صلوات الله وسلامه عليه بعيدا عن الغيبة وشؤونها وحيث يفعل ولايته التكوينية وولايته التشريعية وهذا يذكرنا بالقانون الذي يصف لنا العلاقة فيما بين التكوين والتشريع إنه التطابق التطابق في الفاعلية والانفعال ما بين التكوين والتشريع من هذه الأمثلة والتي تتحرك في أيامنا في حياتنا صلة الرحم إنه عمل إنساني وتشريعي في الوقت نفسه فهو في الأصل عمل إنساني أخلاقي لكنه يمثل تشريعا في ديننا في شريعتنا فهذا العمل التشريعي إذا ما أنجزه الإنسان بوجهه الصحيح فإن أثرا تكوينيا سيتحقق على أرض الواقع أن يمد في عمر الإنسان فصلة الرحم تطيل الأعمار إطالة الأعمار أمر تكويني الصدقة تدفع الأخطار الصدقة أمر إنساني في مظهرها الأول وهي أمر تشريعي في خاتمة المقال لكن أثرا تكوينيا يترتب على هذا العمل التشريعي قطعا هذه الآثار التكوينية إنما تترتب إذا كانت الأعمال الشرعية تنجز ضمن ولاية الإمام المعصوم إذا كانت الأعمال الشرعية لا تنجز ضمن ولاية الإمام المعصوم فإن الآثار التكوينية التي تتحدث عنها الآيات والروايات لن تتحقق مطلقا هناك آثار دنيوية الآثار الدنيوية آثار طارئة فخير الناس من نفع الناس إذا أخذ هذا الكلام في الإطار العام للإنسانية الذي ينفع الناس سيحصل نفعا دنيويا وأنا لا أريد الحديث عن كل هذه التفاصيل لكن الترابط فيما بين التكوين والتشريع إذا كان كل ذلك يتم في ظل ولاية الإمام المعصوم فإن الآثار التكوينية ستظهر على أرض الواقع وهذا هو الذي سيتحقق في مرحلة الظهور من هنا فإن طبيعة ستتغير تغيرا هائلا سأعرض جانبا من النصوص التي تحدثنا عن هذه الحقيقة عن الطبيعة الفائقة أبدأوا من كتاب الاحتجاج للطابرسي وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان إنها الطبعة ذات المجلد الواحد الذي يشتمل على الجزئين في صفحة الحادية والتسعين بعد المئتين من كلام إمامنا الحسني المشتبى صلوات الله وسلامه عليه ومر علينا هذا الكلام إنما أعيده كي أذكركم بالجهة والحيثية التي تحدث عنها إمامنا المشتبى صلوات الله وسلامه عليه أذهب إلى موطن الحاجة من كلامه حتى يبعث الله رجلا في آخر الزمان وكلب من الدهر وجهل من الناس هذه منابع المعصية التي حدثتكم عنها والتي سيقوم الإمام بتجفيفها ومن أخطرها الجهل ومن أخطرها الخوف فهذا الكلب بين الناس إنما هو من خوفهم منشأ الكلب هو الخوف من الظلم هو الخوف من الآثار المترتبة على سقوط القيم بين الناس حتى يبعث الله رجلا في آخر الزمان وكلب من الدهر وجهل من الناس يؤيده الله بملائكته ويعصم أنصاره وينصره بآياته ويظهره على أهل الأرض حتى يدين طوعا وكرها يملأ الأرض قصطا وعدلا ونورا وبرهانا يدين له عرض البلاد وطولها لا يبقى كافر إلا آمن به ولا طالح إلا صلح وهنا يأتي الحديث عن الطبيعة الفائقة بعد كل تلك المقدمات المقدمات التي مرت ترتبط بالجانب التشريعي الذي يتعانق مع الجانب التكويني وحينئذ تظهر آثار ذلك في الواقع الذي نعيشه في الطبيعة التي نحن أبناؤها وتصطلح في ملكه السبع هذه مظاهر الطبيعة الفائقة وتصطلح في ملكه السبع وتخرج الأرض نبتها قد يقول قائل ما هي الأرض تخرج نبتها منذ كانت الكلام هنا في سياق آخر إنها تخرج نبتها في صورة لم تكن قد مرت في تعريخ الأرض المرات مثل ما تصطلح السبع فإن الأرض تخرج ما تخرج وتزهر ما تزهر وتنبت ما تنبت بنحو لم يكن قد مر في تعريخ الدنيا وتصطلح في ملكه السبع وتخرج الأرض نبتها التصحر ينتهي هذا هو المرات هذا التصحر الذي يقض مضاجع الدول في وقتنا الحاضر هناك الكثير من الدول تعاني من التصحر وهو في إزديات ليس له من حل الحل هنا الحل هنا حينما تطبق الشريعة في صورتها الحقيقية الأصل إنه دين العترة الطاهرة بعيدا عن أديان الدنيا وعن أديان رجال الدين من كل الأصناف ومن كل الملل من أولهم إلى البتريين اللحناء في النجف وكربلا وتصطلح في ملكه السباع وتخرج الأرض نبتها وتنزل السماء بركتها مشكلة الماء تنتهي ألا تعاني البلدان الآن من مشكلة الماء هناك مشكلة التصحر وهناك مشكلة الماء ستنتهي هذه المشاكل وتخرج الأرض نبتها إمامنا الحسن المشتبى حينما يتحدث في هذه الجهات من الطبيعة لأنه عالم بما ستأول الأمور إليه في واقع حياة المجتمعات البشرية مثل ما نحن عليه الآن هناك مشكلة كبيرة نحن الآن نشرب الماء الذي ينتج لنا من تدوير المياه تدور المياه ونشرب الماء منها وهذا يجري في كل بلدان العالم المشكلة المشكلة موجودة في كل بيوتنا حتى في الدول المتقدمة التي لا تعاني من مشكلة في وفرة المياه لكنها في الحقيقة تعتمد على تدوير المياه هذه مياه مدورة التي نتوضع بها الآن والتي نشربها في هذه البلاد وفي غيرها لكن مرحلة الظهور ستكون المياه طاهرة ونظيفة فليس هناك من تلوث في الهواء ليس هناك من تلوث في الأجواء مرت علينا الروايات يوم أمس من أن الإمام الحجة سيطهر الأرض ويقدسها سيطهرها من كل نجاسة شرعية ومن كل قذارة ووسخ دنيوي ستكون الأرض نظيفة طاهرة وتكون المياه نظيفة طاهرة لا نشرب المياه المدورة وتصطلح في ملكه السباع وتخرج الأرض نبتها وتنزل السماء بركتها وتظهر وتظهر له الكنوز أية كنوز هذا النفط الذي يقال له الذهب الأسود هذا النفط الذي وراء كل البلايا في دول العالم إنها الطاقة المشكلة الأولى في العالم كل مشاكل العالم ترتبط بهذه الكلمة الطاقة والنفط الذهب الأسود هو الملك هو الملك الأول في قائمة الطاقة هذا النفط الأسود لن تكون له قيمة لماذا لأن الكنوز التي هي في باطن الأرض في أعماق الأرض هي أغلى ثمنا وهي أنظف وأطهر وأقدس من النفط وتوابعه النفط قريب من سطح الأرض وقد ورد هذا التعبير في الأحاديث من أن الأرض تخرج أفلاذ كبدها ستخرج الأرض من الكنوز من العناصر والمعادن والمركبات والصخور مما سيكون النفط لا قيمة له إذا أردنا أن نقايس النفط معها تلك هي الكنوز التي تتحدث عنها الأحاديث وتظهر له الكنوز يملك ما بين الخافقين الخافقان الشرق والغرب وهو تعبير عن أن ملكه سيكون ملكا عاما مسيطرا على كل البلاد يملك ما بين الخافقين أربعين عاما هذا التحديد ليس رياضيا هذا التحديد ليس رياضيا الأرقام في مثل هذه الأحاديث هي أرقام تشير إلى الكثرة تشير إلى طول الزمان فإن الملك الذي يحكم الناس أربعين عاما يقال عنه بأن ملكه طويل ممتد يملك ما بين الخافقين أربعين عاما فطوب لمن أدرك أيامه وسمع كلامه وسمع كلامه لا كما فعل الصحابة برسول الله خرج السفآة من مسجد رسول الله كي يشارك في رقص العبيد النبي يخطب فيهم في صلاة الجمعة في مسجده الشريف والاستماع إلى خطبته استماع واجب الصحابة بقضهم وقضيضهم لم يبق منهم إلا نزر يسير إلا نزر يسير خرجوا بقضهم وقضيضهم أولئك السفهاء هذه الأحاديث موجودة في كتب الشيعة والسنة وقبل ذلك فإن القرآن هو الذي أخبر عن ذلك في سورة الجمعة فطوب لمن أدرك أيامه وسمع كلامه نذهب إلى فاصل حديث نقله المفيد المتوفى سنة 413 للهجرة في كتابه الاختصاص عن حذيفته والسند ليس من أساندنا المعروفة حذيفته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله إنني أقرأ من الصفحة الثامنة بعد المائتين من طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة أذهب إلى موطن الحاجة من الحديث وسأعود إلى الجزء الذي يرتبط بجهة أخرى من جهات هذه الحلقة عمران ابن الحصين من الصحابة وهو معروف في كتب المخالفين يسأل رسول الله في أن يصف له إمام زماننا يا رسول الله صف لنا هذا الرجل قال هو رجل من ولد الحسين كأنه من رجال شنوءة 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 قبيلة يمانية كأنه من رجال شنوءة النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يقرب لأذهان المتلقين لأذهان المستمعين لحديثه جانبا من ملامحه الجسدية في طول قامته في اعتدالها هذا هو الذي يريده كأنه من رجال شنوءة عليه عباءتان قطوانيتان العباءة القطوانية هي العباءة البيضاء التي تكون بيضاء نقية عليه عباءتان قطوانيتان عباءتان قطوانيتان عباءة تكون قصيرة والأخرى طويلة عليه عباءتان قطوانيتان اسمه اسمي فعند ذلك هنا الكلام عن الطبيعة الفائقة فعند ذلك تفرخ الطيور في أوكارها قد يقول قائل ما هي الطيور تفرخ في أوكارها أوكار الطيور أعشاشها إننا نتحدث عن حالة جديدة وهذه التعابير تعابير كنائية لأن كل شيء قد تغير فإن حال الطيور يتغير أيضا مر علينا قبل قليل من أن السباعة ستصطلح في مملكته والطيور منها طيور سباع الطيور الجارحة ستتغير منظومة العلاقات بين هذه الطيور وهذا يجر معه مجموعة من الآثار الكبيرة على حياة تلك الطيور فإن مواقع الأوكار ستختلف حينئذ وإن الطيور لا تبالي بالأخطار إذ لا يوجد خطر بعد ذلك لا من الأفاعي ولا من الحشرات ولا من الطيور الجارحة ولا من الإنسان ستكون أوكار الطيور آمنة فعند ذلك تفرخ الطيور في أوكارها والحيتان في بحارها والمراد من الحيتان الحيوانات البحرية عموما هذا المصطلح الحيتان في الأعم الأغلب في ثقافة العترة الطاهرة يراد منه الأسماك فالحيتان هي الأسماك وقد يراد من الحيتان في أحيان أخرى الحيوانات البحرية عموما وهي كثيرة أنواعها أكثر من أنواع الحيوانات في البر فعند ذلك تفرخ الطيور في أوكارها والحيتان في بحارها إنها إشارة إلى أن البحار ستكون نظيفة لا كما هو الحال الآن لقد تلوث الهواء وتلوث الماء في البحار والبحيرات والأنهار وتلوث التراب لقد فسدت النباتات والحيوانات وكل هذا جر الويلات علينا في حياتنا في طعامنا وشرابنا ومنامنا وعافيتنا وفي سائر شؤون حياتنا هذا هو الواقع الذي تعيشه البشرية الآن ولا يمكنها أن تتخلص منه إلا أن تتغير المنظومة الزمانية وذلك لا يكون إلا في زمن الظهور حينما تتغير المنظومة الزمانية حينئذ يتغير كل شيء فعند ذلك تفرخ الطيور في أوكارها والحيتان في بحارها وتمد الأنهار تمد الأنهار أن المياه في الأنهار ستكون جارية متصلة متواصلة لأن سماء تنزل مياهها الطاهرة تنزل مياهها النظيفة وتمد الأنهار في زماننا الكثير من الأنهار في العالم جفت خصوصا الأنهار الصغيرة أما الأنهار الكبيرة فقد نقصت مناسيب المياه فيها في كثير من البلدان وتمد الأنهار وتفيض العيون وتنبت الأرض ضعف أكلها ثم يسير مقدمته جبرئيل إنها مقدمة الجيش وجاء هنا وساقيه إسرافيل هذا الكلام ليس صحيحا يفترض أن الكلام هكذا يقول وساقته إسرافيل لأن ساقة الجيش هي مؤخرة الجيش أما وساقيه فهو الذي يسقي ولا علاقة لهذا الكلام فيما نحن بصدده بحسب سياق الحديث ثم يسير مقدمته جبرئيل وساقته فجبرئيل على مقدمة القوات العسكرية وإسرافيل في آخرها هو قائد المؤخرة ثم يسير مقدمته جبرئيل وساقته إسرافيل فيملأ الأرض عدلا وقصطا كما ملئت جورا وظلمة هذا ما جاء في كتاب الإختصاص ومن كتاب الإختصاص إلى كتاب الخصال للصدوق المتوفى سنة ثلاثمية وثمانين للهجرة وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة في صفحة الخامسة والثمانين بعد الستمائة الحديث الطويل المعروف بحديث الأربعمائة وهو حديث طويل طويل جدا مروي عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه حديث طويل جدا حديث الأربعمائة أقرأ بعضا من سطوره أمير المؤمنين يقول ذكرنا أهل البيت شفاء من العلل والأسقام إي وحقك يا أمير المؤمنين إنها علل العقول وأسقام القلوب قبل أن يكون الحديث عن علل الأبدان فعلل الأبدان أمرها سهل المشكلة في علل العقول في أسقام القلوب المشكلة في أمراض الوجدان المشكلة في وباء الفطرة المشكلة هنا ذكرنا أهل البيت شفاء من العلل والأسقام ووسواس الريب وسواس الريب مرض قد يكون نفسيا وقد يكون روحيا وقد يكون قلبيا وقد يكون عقليا وقد يكون وجدانيا فوسواس الريب مرض خطير يمكن أن يضرب كل هذه الجهات الذي يطمئن إلى محمد وآل محمد ويسعد قلبه ووجدانه بحديثهم وفكرهم وثقافتهم سينجو سينجو من علل العقول وأسقام القلوب سينجو من انطماس البصيرة إنه المرض الأخطر ومن تلوث الفطرة ومن انتكاس الوجدان هذه مشكلة البتريين مشكلة البتريين مشكلة عويصة جدا ذكرنا أهل البيت شفاء من العلل والأسقام ووسواس الريب وجهتنا حينما تتجهون إلينا رضا الرب عز وجل والآخذ بأمرنا معنا غدا في حظيرة القدس والمنتظر لأمرنا كالمتشحط بدمه في سبيل الله من شهدنا في حربنا أو سمع واعيتنا فلم ينصرنا أكبه الله على من خريه في النار تصدقون لا تصدقون فإن الحرب على آل محمد قائمة وقائمة في الوسط الشيعي والذين يقودون هذه الحرب مراجع الشيعة في النجف وكربلاء ولذا فإنهم سيخرجون يرفعون سلاحهم بوجه إمام زماننا إذا كان عصر الظهور في زماننا أو كان في مستقبل الأيام كل المعطيات تشير إلى هذه الحقيقة لكن الشيعة الذين يقولون نحن شيعة في نوم عميق في نوم عميق لقد نجح مراجع النجف وكربلاء في تثويل الشيعة الدخيين ثولوهم وجهلوهم وطمسوا عقولهم وقلوبهم من شهدنا في حربنا أو سمع واعيتنا فلم ينصرنا أكبه الله على من خريه في النار إذا كان هناك من واعية لآل محمد في هذا الزمان فإنها قناة القمر قارنوا فيما بينها وبين سائر القنوات الشيعية ستجدون الفرق واضحا واضحا قطعا نحن نتمنى أن نكون كذلك نحن لا نقطع بهذا لكن الواقع هو الذي يشهد بهذه الحقائق ونحن لازال أمير المؤمنين يتكلم ونحن باب الغوث إذا اتقوا وضاقت عليهم المذاهب ونحن باب حطة الذي من دخله كان من الآمنين ونحن باب حطة وهو باب السلام من دخله نجا ومن تخلف عنه هوى بنا يفتح الله بنا يفتح الله هذه المضامين بعينها بنفسها بتمام دقتها موجودة في الزيارة الجامعة الكبيرة إنه هو هو القول البليغ الكامل إن كان صادرا من أمير المؤمنين أو كان صادرا من إمامنا الهادي أولهم محمد أوسطهم محمد آخرهم محمد كلهم محمد أولهم علي أوسطهم علي آخرهم علي كلهم علي أولهم فاطمة أوسطهم فاطمة آخرهم فاطمة كلهم فاطمة صلوات على فاطمة وعلى بعلها وعلى أبيها وعلى ولدها الأطهار من المشتبى إلى قائم آل محمد ونحن باب الغوثي إذا اتقوا وضاقت عليهم المذاهب المذاهب الطرق المختلفة التي تأخذ الناس إلى اتجاهات شتى ونحن باب حطة وهو باب السلام من دخله نجا ومن تخلف عنه هوا بنا يفتح الله وبنا يختم الله وبنا يمحو ما يشاء وبنا يثبت وبنا يدفع الله الزمان الكلب حديثنا عن التغير الهائل في منظومة الزمن يتكرر في كلماتهم وبنا يدفع الله الزمان الكلب وبنا ينزل الغيث فلا يغرنكم بالله الغرور ما أنزلت السماء من قطرة من ماء منذ حبسه الله عز وجل منذ حبسه الله عز وجل بالنحو الذي سيكون نازلا أيام القائم وإلا فإن المطر لازال نازلا في كل وقت وفي كل بقاع العالم إلا أن أمير المؤمنين يتحدث عن مطر خاص عن مطر نزل فيما مر من الأيام ثم حبس عن مطر كان ينزل أيام رسول الله ولكن بعدما قتل رسول الله بعدما اشترك بعض الصحابة مع بعض أزواج النبي وقتل رسول الله اشتركوا في تسميمه انحسرت البركة بعد رسول الله وانحسرت بعد أن غدروا ببيعة الغدير غدروا بعليا وآل عليا وانحسرت وانحسرت حينما قتلت فاطمة وأسقط جنينها ما أنزلت السماء من قطرة من ماء منذ حبسه الله عز وجل ولو قد قام قائمنا لأنزلت السماء قطرها إنه المطر الذي تنتظره الأرض ولأخرجت الأرض نباتها ألم يكن النبات موجوداً أيام أهمير المؤمنين لكن أهمير المؤمنين يتحدث عن النبات في الزمن المهدوي وعن المطر في الزمن المهدوي ليس كزماننا ونحن نشرب الماء المدور حتى هذه الأمواه التي في قنان المياه التي يقال لها المياه المعدنية صدقوني كنت أشتري منها هنا في لندن كنت أشتري منها وفي مرة ذهبت إلى مصنع تلك المياه حيث يصنع الماء ويعلب كانوا يأخذون الماء من الأنابيب إنه الماء الذي في بيوتنا ويضيفون إليه بعضاً من الأملاح والمعادن وشيئاً يغير طعمه هكذا هي الحقيقة فحتى هذه المياه التي نشربها وهي معلبة أنا لا أتحدث عن كل أنواع المياه التي تباع في الأسواق لكن نسبة كبيرة منها تعتمد على المياه المدورة ولو قد قام قائمنا لأنزلت السماء قطرها ولأخرجت الأرض نباتها ولذهبت الشحناء من قلوب العباد واصطلحت السباع والبهائم هذا هو التغير الهائل في الطبيعة هذه هي الطبيعة الفائقة ولذهبت الشحناء من قلوب العباد الشحناء الكره والبغض والتحاسد لا يعني أن الأمر سيهزول بالكامل لكن الطبيعة ستتغير إلى حد كبير والناس سيتغيرون إلى حد كبير فلسنا نحن في الجنة لأن الناس تدخل الجنة وفي صدورها الغل ونزعنا ما في صدورهم من الغل وإنما المراد أن الأوضاع ستكون في أحسن ما يمكن أن تكون فنحن في عالم ترابيه في عالم دنيويه تحكمه النقاص ولا ذهبت الشحناء من قلوب العباد واصطلحت السباع والبهائم هنا ستصطلح السباع والبهائم مشكلة الإنسان ليست كمشكلة السباع والبهائم لاحظوا الدقة في التعابير ولذهبت الشحناء من قلوب العباد لا يعني أن القلوب ستكون صافية بالكامل ولكن في أحسن ما يمكن أن تكون واصطلحت السباع والبهائم حتى تمشي المرأة ما بين العراق إلى الشام لا تضع قدميها إلا على النبات فإن الأرض ستكون مخضرة ستكون مزهرة ستكون الأشجار مثمرة حتى تمشي المرأة بين العراق إلى الشام لا تضع قدميها إلا على النبات وعلى رأسها زينتها على رأسها زينتها من الذهب والجواهر ومما غلى ثمنه لا يهيجها يهيجها سبع ولا تخافه ترى الحيوانات في الطريق فهي لا تخاف منها لقد اصطلح الآدميون مع السباع واصطلحت السباع فيما بينها إنها الطبيعة الفائقة هكذا تخبرنا الأحاديث المعصومية عن الطبيعة زمن الظهور الشريف ونقرأ أيضا في كلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في خطبة البيان في نسختها الأولى إنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني من إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب لعلي اليزدي الحائر وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة الثانية والسبعين بعد المئة حيث يخبرنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عن إمام زماننا وبعد ذلك يملك المهدي مشارق الأرض ومغاربها ويفتحها من جابرقى إلى جابرصة في أحاديث أهل البيت جابرقى وجابرصة هناك تصحيف وهو تصحيف كثير في هذه الخطبة وبعد ذلك يملك المهدي مشارق الأرض ومغاربها ويفتحها من جابرقى إلى جابرصة ويستتم أمره ويعدل بين الناس حتى ترعى الشات مع الذئب في موضع واحد وتلعب الصبيان بالحية والعقرب ولا يضرهم ويذهب الشر ويبقى الخير هذه هي الطبيعة الفائقة حتى ترعى الشات مع الذئب هذا كله يكون نتيجة لما قال أمير المؤمنين عن إمام زماننا ويعدل بين الناس هذا العدل هو الذي سيرتب الآثار التكوينية التي ستظهر في الطبيعة ويعدل بين الناس حتى الكلام دقيق من أن العدل ستكون غايته هي هذه نتائجه هي هذه ويعدل بين الناس حتى ترعى الشات مع الذئب في موضع واحد وتلعب الصبيان بالحية والعقرب ولا يضرهم ويذهب الشر ويبقى الخير إنها الطبيعة المهدوية الفائقة في دولة قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومر هذا الكلام علينا في حديث قرأته عليكم من دلائل الإمامة للمحدث الطبر الإمامي وهذه طبعة مؤسسة البعثة قموا المقدسة في صفحة الثانية والستين بعد الأربعمائة إنه الحديث السابع والأربعون بسنده عن المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إذا قام القائم استنزل المؤمن الطير من الهواء استنزله هو يأمره هذا المراد يأمره أن يا أيها الطير الفلاني تعال عندي إذا قام القائم استنزل المؤمن الطير من الهواء فيذبحه فيشويه ويأكل لحمه ولا يكسر عظمه ثم يقول له احيى بإذن الله فيحيى ويطير وكذلك الضباء من الصحاري ويكون ضوء البلاد نوره نور إمام زماننا هذه قضية لا نستطيع أن نتصورها إلا أن نذهب في أعماق التغير العظيم الذي سيكون في واقع هذه الحياة ويكون ضوء البلاد نوره ولا يحتاجون إلى شمس ولا قمر ولا يكون على وجه الأرض مؤذن ولا شر ولا إثم ولا فساد أصلا لأن الدعوة سماوية المراد من أن الدعوة سماوية من أن البرنامج برنامج إلهي لا يعبث فيه الأحبار والحاخامات ولا يعبث فيه البابوات والقساوسة ولا يعبث فيه مشايخ السنة وعلماء الوهابية ولا يعبث فيه مراجع النشف وكربلاء والخطباء البتريون اللعناء فهذه دعوة سماوية هذا برنامج محمدي علوي فاطمي ولا يكون على وجه الأرض مؤذن ولا شر ولا إثم ولا فساد أصلا لأن الدعوة سماوية ليست بأرضي ولا يكون للشيطان فيها وسوسة برنامج الشيطان سيعطل وسيقضى عليه ولا يكون للشيطان فيها وسوسة ولا عمل من أعمال السحر ولا حسد ولا شيء من الفساد ولا تشوك الأرض والشجر ليس هناك من شوك لا في الشجر ولا في الأرض في حشائشها وأعشابها ولا حتى من أذن في صخورها ولا تشوك الأرض والشجر وتبقى زروع الأرض قائمة كلما أخذ منها شيء نبت من وقته وعاد كحاله وإن الرجل ليكسبنه الثوب فيطول معه كلما طال ويتلون عليه أي لون أحب وشاء ما هو بغريب ما هو بغريب هذا الأمر في زماننا في زماننا هناك أقمشة صنعت في اليابان وغير اليابان بإمكان الإنسان أن يغير ألوانها كما يريد وهذا أمر موجود في الأسواق ما هو بسر من الأسرار وبالمناسبة هذه الصناعة كانت بداياتها في الثمانينات وليست اليوم وإن الرجل ليكسبنه الثوب فيطول معه كلما طال ويتلون عليه أي لون أحب وشاء ولو أن الرجل الكافر دخل جحر ضب أو توارى خلف مدرة أو حجر أو شجر لأنطق الله ذلك السطر الذي يتوارى فيه إنها طبيعة فائقة فيها أجهزة استشعار عالية تناصر المؤمنين وتناصر إمام زماننا حتى يقول الحجر والمدر والشجر يا مؤمن خلفي كافر فخذه فيأخذه ويقتله عملية تطهير من القذارات والنجاسات أنا أسألكم الزبالة التي في بيوتكم تحتفظون بها أم أنكم تخرجونها وإذا ما أخرجتم الزبالة من بيوتكم هل تعيدونها إلى داخل بيوتكم هل هناك من إنسان يخرج الزبالة من بيته وبعد ذلك يدخلها إلى بيته وماذا يفعلون بها يأخذونها إلى المحارق كي يحرقوها أو أنها تطمر وتدفن لابد من الخلاص منها حتى يقول الحجر والمدر والشجر يا مؤمن خلفي كافر فخذ فيأخذه ويقتله ولا يكون لإبليس هيكل يسكن فيه لأن إبليس سيذبح سيقتل والهيكل البدن الرواية هي التي تقول إلا أن آثاره ستبقى لن تزول بسرعة ويصافح المؤمنون الملائكة ويوحى إليهم يوحى إلى المؤمنين ويوحى إليهم العنوان القادم الرجال والنساء الفائقون والبداية من هنا الترابط بين الطبيعة الفائقة وبين قطانها إنهم الرجال والنساء الفائقون ويصافح المؤمنون الملائكة ويوحى إليهم ويحيون الموتى بإذن الله إذا أرادوا أن يتواصلوا مع الموتى فإنهم قادرون على إحيائهم قطعا هذا الكلام سوف ليكون للجميع وإنما المؤمنون درجات ومراتب هذه الرواية تخبرنا تخبرنا عن الطبيعة الفائقة وتخبرنا عن الرجال والنساء الفائقيين وتلك هي جهات من الصورة الفائقة لمرحلة الظهور مر الكلام في القيادة الفائقة البرنامج الفائق وها هو الكلام أعرضه بين أيديكم في الطبيعة الفائقة سأحدثكم عن الرجال والنساء الفائقين ولكن ولكن بعد الفاصل العنوان الرابع الرجال والنساء الفائقون هناك عنوان شائع في الثقافة الغربية السوبرمان إنه الرجل الفائق وهذا العنوان له جذور فلسفية تعود إلى الفلسفة الأوروبية وتحديدا إلى الفيلسوف الألماني فريدرك نيتش وأنا لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع في مرحلة الظهور هذا العنوان لا قيمة له إنه سينقلب إلى عنوان آخر الإنسان الفائق رجالا ونساء هذا العنوان الرجل الفائق هذا العنوان ما هو بعنوان حكيم نحن في دولة الإنسان الفائق في سورة الجمعة هناك تمييز بين رجل الدين الحمار ورجل ورجل الدين الإنسان المثال الذي جاء في سورة الجمعة لرجل الدين الإنسان هو محمد المصطفى صلى الله عليه وآله والمثال الذي جاء في سورة الجمعة لرجل الدين الحمار هم أحبار اليهود والصحابة والصحابة كانوا أكثر استحمارا حينما تركوا رسول الله صلى الله عليه وآله في المسجد تركوا الاستماع إلى خطبته في يوم الجمعة وهو استماع واجب وذهبوا يستمعون إلى الدفوف والطبول وغناء المغنيات من الجوار والإماء المشكلة هي المشكلة المشكلة هي المشكلة الناس تترك دين الأنبياء والعوصياء وتذهب إلى دين الأحبار والحاخامات إلى دين البابوات والقساوس إلى دين الصحابة والتابعين إلى دين المراجع البتريين وحجج الإسلام والمسلمين الذين لا يحفقون شيئا من الإسلام على الإطلاق عنواننا هنا الرجال الفائقون والنساء الفائقات فهناك القيادة الفائقة وهناك البرنامج الفائق وهناك الطبيعة الفائقة وهنا يأتي دور الرجال والنساء الفائقين سارض بعضا من المعطيات إنني أقرأ من كتاب الخصال مر الحديث عن جانب من مواصفاته في الصفحة التسعين بعد الخمسمائة إنه الحديث الرابع عشر بسنده عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه إذا قام قائمنا أذهب الله عز وجل عن شيعتنا العاه والحديث عن شيعتنا ليس عن مجموعة تعيش في إيران أو عن مجموعة تعيش في العراق أو في لبنان الحديث عن كل الذين تتحدث عنهم سورة الناصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجه هؤلاء هم شيعة محمد وآل محمد الحديث عن البشر عموما وعن غير البشر من الكائنات الأخرى التي حدثتكم عنها فيما مر من الحلقات هؤلاء هم شيعة محمد وآل محمد لكنهم على مراتب على درجات إذا قام قائمنا أذهب الله عز وجل عن شيعتنا العاه وجعل قلوبهم كزبر الحديث وجعل قوة الرجل منهم قوة أربعين رجلا هذا الكلام قد يكون خاصا بأصحاب القائمين في بداية الأمر فهذه آيات وحجج مهدوية على الناس لكنه بعد ذلك سينعم بكل هذا على بني البشر وعلى غير بني البشر إذا قام قائمنا أذهب الله عز وجل عن شيعتنا العاه وجعل قلوبهم كزبر الحديث وجعل قوة الرجل منهم قوة أربعين رجلا فهل القوة ستكون للرجال فقط إنها للرجال والنساء فمثلما هناك قيادات رجالية في أنصار القائم هناك قيادات نسائية في أنصار القائم وجعل قلوبهم كزبر الحديد وجعل قوة الرجل منهم قوة أربعين رجلا ذكر الرجل لأن هذا هو المألوف في الكلام والتعبير فليس الحديث هنا عن الرجل عن الذكورة وإنما عن الشخص عن الشخصية مثلما تقول الأحاديث مثلا إذا شك رجل في صلاته بين الركعة الأولى والثانية مثلا فلذا الحكم خاص بالرجال فقط الرجل هنا يقصد منه الشخص الشخصية والشخصية عنوان مشترك ما بين الذكور والإناث إذا قام قائمنا أذهب الله عز وجل عن شيعتنا العاهة وجعل قلوبهم كزبر الحديث وجعل قوة الرجل منهم قوة أربعين رجلا ويكونون حكام الأرض وسنامها ونقرأ أيضا في بصائر الدرجات لشيخنا أبي جعفر الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري المتوفى سنة ميتين وتسعين للهجرة هو من رجال الغيبة الأولى وهذه طبعة مؤسسة النعمان بيروت لبنان في الصفحة الأربعين إنه الحديث السابع عشر بسنده عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن ممتحن أو مدينة حصينة المدينة الحصينة المؤمن الذي يكون حافظا للأسرار إنها مرتبة من مراتب أهل الإيمان حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن ممتحن أو مدينة حصينة إنهم حملة أسرار العترة الطاهرة فإذا وقع أمرنا وجاء مهدينا كان الرجل من شيعتنا أجرى من ليث أجرى إنه أكثر جرأة من الجرأة من الشجاعة كان الرجل من شيعتنا أجرى من ليث لا أقول بأنه سوبرمان إنه سوبرهيومن الإنسان الفائق كان الرجل من شيعتنا أجرى من ليث وأمضى من سنان السنان هو سنان الرمح والذي يكون حادا ويكون قادرا على أن يخترق الأماكن التي يوجه باتجاهها كان الرجل من شيعتنا أجرى من ليث وأمضى من سنان يطأ عدونا برجليه ويضربه بكفيه في ساحة الحرب وذلك عند نزول رحمة الله وفرجه على العباد متى في مرحلة الظهور في زمان قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه هناك تركيز في الأحاديث على القوة القتالية لماذا لأجل تشجيع الشيعة لأن الشيعة على طول الخط يؤمرون بالعمل بقوانين التقية العمل بقوانين التقية يفرض على الشيعي أن يظهر الجبنة حتى لو لم يكن كذلك أن يظهر الخوف أن يظهر الجبنة وبمرور الأيام تصبح هذه الظاهرة موجودة متفشية ماذا نصنع للظروف الموضوعية القاهرة التي أحاطت بالواقع الشيعي ولا زالت تحيط به ومن هنا فإن التركيز في الأحاديث هذه وهي كثيرة على الجانب القتالي وعلى جهة مواجهة أعداء أهل البيت بهذه القوة المضاعفة حتى يستطيع الشيعي أن يتصور مرحلة الظهور من أنه لن يكون في حالة ضعف أو جبن أو خور وإنما سيكون مزودا بهذه القوة الهائلة في مواجهة أعداء العترة الطاهرة ونقرأ أيضا في كتاب الإختصاص للمفيد من الحديث نفسه الذي قرأت عليكم منه قبل قليل إنه حديث حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان عند خروج القائم ينادي مناد من السماء أيها الناس قطع عنكم مدة الجبارين وولي الأمر خير أمة محمد فالحقوا بمكة فالحقوا بمكة فيخرج النجباء من مصر والأبدال من الشام وعصائب العراق رهبان بالليث ليوث بالنهار هذا الوصف للجميع لنجباء مصر ولأبدال الشام ولعصائب العراق إنهم رهبان بالليل ليوث بالنهار كأن قلوبهم زبر الحديد فيبايعونه بين الركن والمقام والروايات تخبرنا عن وجود خمسين امرأة في القوات الخاصة لإمام زماننا ومر هذا الكلام في البرامج السابقة التي فصلت فيها وشرحت فيها الكثير والكثير من مضامين الثقافة المهدوية في شؤون عصر الغيبة وشؤون عصر الظهور لا أجد مجالا كي أتوسع في كل صغيرة وكبيرة نذهب إلى فاصل في الخرائج والجرائح لقطب الدين الراوندي المتوفى سنة خمسمية وثلاثة وسبعين للهجرة وهذه طبعة مؤسسة الإمام المهدي هم المقدسة إنه الجزء الثاني في صفحة التاسعة والثلاثين بعد الثمانمائة إنه الحديث الخمسون بسنده عن عبد الملك ابن أعين قال قمت من عند أبي جعفر من عند إمامنا الباقر صلوات الله عليه قمت من عند أبي جعفر فاعتمدت على يدي اعتمدت على يدي أثناء القيام لأنه قد تقدم به العمر وكان ضعيفا ربما كان مريضا قمت من عند أبي جعفر فاعتمدت على يدي فبكيت وقلت كنت أرجو أن أدرك هذا الأمر وبي قوة فقال أما ترضون أن أعداءكم يقتل بعضهم بعضا وأنتم آمنون في بيوتكم لأنهم كانوا يتبعون التقية إنه لو كان ذلك لو حضر أمرنا إنه لو كان ذلك أعطي الرجل منكم قوة أربعين رجل وجعلت قلوبكم كزبر الحديد لو لو قذفت بها الجبال المطبوع لفلقوها ولكن في النسخ الصحيحة لو قذفت بها الجبال لقلعتها أي أن القلوب الشيعية المهدوية لو قذفت على الجبال لقتلعت الجبال إنه لو كان ذلك أعطي الرجل منكم قوة أربعين رجل وجعلت قلوبكم كزبر الحديد لو قذفت بها الجبال لقلعتها وكنتم قوام الأرض وخزانها في صفحة التي بعدها في صفحة الأربعين بعد الثمانمئة إنه الحديث السادس والخمسون عن جابر عن جابر الجعفي عن إمامنا الصادقي صلوات الله عليه إن الله نزع الخوف من قلوب أعدائنا هذا في الزمن الأموي في الزمن العباسي الجرأة التي كانت عند الأمويين والجرأة التي كانت عند العباسيين إن الله نزع الخوف من قلوب أعدائنا وأسكنه قلوب شيعتنا برنامج لطف كي يستعين بهذه الحالة على الالتزام بالتقية للمحافظة على أئمتهم وللمحافظة على دين العترة الطاهرة إن الله نزع الخوف من قلوب أعدائنا وأسكنه قلوب شيعتنا فإذا جاء أمرنا نزع الخوف من قلوب شيعتنا وأسكنه قلوب عدونا ومرت علينا الروايات من أن الإمام إذا نشر راية رسول الله فإن الرعب فإن الرعب يسير أمامها ووراءها وفي كل جهاتها فإذا جاء أمرنا نزع الخوف من قلوب شيعتنا وأسكنه قلوب عدونا فأحدهم أمضى من سنان من سنان الرمح وأجرأ من ليث يطعن عدوه برمحه ويضربه بسيفه ويدوسه بقدمه مثل ما قلت لكم قبل قليل من أن الأحاديثة تركز على هذه المضامين قطعا هذه المضامين لن تكون بمفردها القوة الجسدية تصاحبها قوة في العقل والقوة في القلب التي تكون في جهة الجرأة ستكون معها قوة في الأخلاق والرحمة والرأفة مر علينا في الحلقات المتقدمة من أن الناس سيعطون الحكمة وهذه الحكمة ستكون في عقولهم وقلوبهم ومر علينا من أن إمام زماننا سيجمع عقول الناس وقلوبهم وأحلامهم وأخلاقهم إنه الرقي العقلي والأخلاقي والعلمي مر الحديث عن كل ذلك تلاحظون أن المعاني مترابطة ومثل ما قلت لكم في الحلقات المتقدمة من أن المعطيات التي ذكرت في المسار الأول وكذلك المعطيات التي ذكرت ولا زالت تذكر في المسار الثاني تتحرك معا إنها تتداخل فيما بينها هذا التقسيم كان تقسيماً اعتبارياً من قبلي لأجل أن يسهل تصور الموضوع عند المتلقي وإلا فإن جميع المضامين التي ذكرت في المسار الأول وجميع المضامين التي ذكرت في مقدمات كل تفاصيل هذه العناوين وما ذكر لحد الآن وما سيذكر بعد ذلك في الحلقات القادمة هذه المعطيات كلها تتداخل فيما بينها لا يوجد هناك انفكاك حاد وإنما هو الزمان الذي سيتغير تغيراً عظيماً إنه الزمان ونظامه الجديد والحكمة المهدوية التي ستنتشر في العقول والقلوب إنها الظروف والملابسات التي ستكون سليمةً وصحيحةً لأن البرنامج فائق ولأن الحارس أتحدث عن إمام زماننا ولأن الحارس أمين نقي طاهر معصوم فالقيادة فائقة الحارس فائق والبرنامج فائق والطبيعة فائقة ولذا فإن الرجال فائقون وكذلك فإن النساء فائقات ومر علينا من أن المرأة ستقضي في كتاب الله وسنة رسول الله وهي في بيتها هذا مصداق واضح وعنوان صريح للنساء الفائقات أقرأ عليكم من الجزء الثاني من كمال الدين وإثمام النعمة للصدوق المتوفى سنة ثلاثمائة وثمانين للهجرة وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران في صفحة الحادية والسبعين بعد الأربع مئة إنه الحديث السادس والعشرون بسنده بسند الصدوق عن جابر بن يزيد إنه الجعفي حامل أسرار العترة الطاهرة عن جابر عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه كأني كأني بأصحاب القائم عليه السلام وقد أحاطوا بما بين الخافقين أحاطوا بما بين الخافقين بما يمتلكون من قدرات ذاتية ومن تقنيات فائقة هائلة وإلا فإن عهددهم ما هو بهذه الكثرة المتكاثرة كأني بأصحاب القائم وقد أحاطوا بما بين الخافقين بالمؤهلات الفائقة التي عندهم وبالتقنيات الفائقة التي يوفرها لهم برنامج قائم آل محمد صلوات الله عليه كأني بأصحاب القائم وقد أحاطوا بما بين الخافقين فليس من شيء إلا وهو مطيع لهم فليس من شيء هذه ولاية تكوينية وحينما تأتي الولاية التكوينية فإن الولاية التشريعية ستأتي في ذيلها في حاشيتها لا كما يضحك عليكم أولئك المخبولون السفهاء الذين تقولون عنهم من أنهم نواب صاحب الزمان من أن محمدا وأهل محمد لا يمتلكون ولاية تشريعية لا تف في دين كهذا الدين إنه يخالف ويعاند وينافر دين العترة الطاهرة بدرجة مئة بالمئة ألا لعنة على دينهم ومذهبهم النجس كأني كأني بأصحاب القائم وقد أحاط ما بين الخافقين فليس من شيء إلا وهو مطيع لهم حتى سباع الأرض وسباع الطير الجوارح من الحيوانات البرية من حيوانات الغابات ومن الطيور حتى سباع الأرض وسباع الطير تطلب رضاهم في كل شيء حتى تفخر الأرض على الأرض وتقول مر بي اليوم رجل من أصحاب القائم عليه السلام هؤلاء هم الرجال الفائقون قطعا بمعيتهم هناك النساء الفائقات نحن لا نستطيع أن نفرق بين الرجال الفائقين والنساء الفائقات لأن القرآن لا يفرق لا يفرق آيات القرآن لا تفرق ولا يوجد انفكاك بين المضامين الحقيقية لآيات الكتاب وأحاديث العترة الطاهرة أقرأ الرواية عليكم مرة أخرى عن باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه كأني بأصحاب القائم عليه السلام وقد أحاطوا بما بين الخافقين فليس من شيء إلا وهو مطيع له حينما حدثتكم عن ولاية تكوينية وتشريعية عندهم بحسبهم بحسبهم مثل ما كان عند آصف الذي هو وصي سليمان وجندي عند سليمان وقائد من قادة جيس سليمان وحاكم من حكام دولة سليمان أتحدث عن سليمان النبي فآصف كان يمتلك شيئا من الولاية التكوينية ويمتلك شيئا من الولاية التشريعية بحسبه فهؤلاء كذلك كأني بأصحاب القائم عليه السلام وقد أحاطوا بما بين الخافقين فليس من شيء إلا وهو مطيع لهم حتى سباع الأرض وسباع الطير تطلب رضاهم في كل شيء حتى تفخر الأرض على الأرض وتقول مر ربي اليوم رجل من أصحاب القائم عليه السلام نذهب إلى فاصل في سورة هود إنها الآية السابعة والسبعون بعد البسملة وما بعدها من الآيات ولما جاءت رسلنا لوطا إنها قصة لوطن النبي الملائكة الذين مروا على إبراهيم الخليل وبعد ذلك جاءوا إلى لوطن النبي لإنزال العذاب على قوم لوط الحكاية مفصلة القرآن حدثنا عنها وفصلت لنا الروايات والأحاديث المعصومية الشريفة ولما جاءت رسلنا لوطا سيئة بهم أراد قوم لوط أن يفعل اللواط مع الملائكة الملائكة كانوا في صورة شباب حسان في صورة شباب الجمال طافح عليهم ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا هذا يوم عصيب هذا يوم عصيب كيف سأحمي أضيافي كانوا أضيافا عند لوط النبي وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال قال يا قومي هؤلاء بناتي تزوجوا بناتي يا قومي هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيف أليس منكم رجل الرشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد نريد أن نفعل اللواط بأضيافك لوط لوحده ماذا يصنع حتى زوجته كانت خائنة له وكانت مع قومه وكانت مع قومه عليه وهي التي تنقل أسرار لوط إلى قومه من هنا كان يأتي الضرر والخطر للوط النبي بسبب زوجته الخائنة فماذا يفعل لوط يتمنى يتمنى لغض قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد يا ليتني أمتلك قوة أستطيع أن أواجه قومي كي أحميكم ما كان يعرف أنهم الملائكة المبعوثون لإنزال العذاب على قومه فكان يتمنى أن يمتلك قوة كي يستطيع أن يدفع عن أضيافه فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي يريد أن يدافع عن أضيافه هكذا يتمنى لوط النبي قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد إنها الآية الثمانون بعد البسملة من سورة هود ماذا نقرأ في كمال الدين في الصفحة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل إنها الصفحة الحادية والسبعون بعد الأربع مئة وهذا هو الحديث السابع والعشرون بسنده بسند الصدوق عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ما كان قول لوط عليه السلام لقومه لو أن لي بكم قوة أو أو آوي إلى ركن شديد إلا تمنيا لقوة القائم عليه السلام ولا ذكر إلا شدة أصحابه وإن الرجل منهم ليعطى قوة أربعين رجلا وإنه وإن قلبه لأشد من زبر الحديد ولو مروا بجبال الحديد لقلعوها ولا يكفون سيوفهم حتى يرضى الله عز وجل هؤلاء هم الرجال الفائقون مثل ما حدثتكم عن القيادة الفائقة وعن البرنامج الفائق وعن الطبيعة الفائقة هأني أحدثكم عن الرجال الفائقين الذين كان لوط يتمنى وجودهم آنذاك هكذا يقول الصادق ما كان قول لوط عليه السلام لقومه لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد إلا تمنيا لقوة القائم عليه السلام ولا ذكر إلا شدة أصحابه وإن الرجل منهم من أصحاب القائم صلوات الله عليه ليعطى قوة أربعين رجلا وإن قلبه لأشد من زبر الحديد ولو مروا بجبال الحديد لقلعوها ولا يكفون سيوفهم حتى يرضى الله عز وجل ونقرأ أيضا في دلائل الإمام للمحدث الطبري الإمامي مرت الإشارة إلى هذا الكتاب قبل قليل وهذا الحديث مر علينا أيضا هذا الحديث مر علينا في الصفحة الرابعة والخمسين بعد الأربعمائة إنه الحديث الثامن والثلاثون يمثل لنا صورة راقية للرجال الفائقين بسنده عن محمد ابن فضيل عن إمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه إذا قام القائم يأمر الله الملائكة بالسلام على المؤمنين والجلوس معهم في مجالسهم فإذا أراد واحد منهم من المؤمنين حاجة أرسل القائم من بعض الملائكة أن يحمله أن يحمله عبر وسيلة نقلية ملائكية أرسل القائم من بعض الملائكة أن يحمله فيحمله الملك حتى يأتي القائم فيقضي حاجته ثم يرده ومن المؤمنين من يسير في السحاب إنها الوسائل النقلية الفضائية مر الحديث عنها ومنهم من يطير مع الملائكة هذا الخيال السينمائي للسوبرمان سيكون متحققا وبمعنى يكون أكثر جمالا وأكثر تطورا وأكثر فائدة ومنفعة لنفسه وللناس وللطبيعة ولكل شيء ومنهم من يطير مع الملائكة ومنهم من يمشي مع الملائكة مشيا ومنهم من يسبق الملائكة يسبق الملائكة في طيرانه وفي مقاماته وعلمه وحكمته ومنهم من تتحاكم الملائكة إليه هم من عند أنفسهم يذهبون إليه لأنهم يذعنون لعلمه وحكمته ومعرفته وعظمة عقله والمؤمنون أكرم على الله من الملائكة أكانوا من الرجال أم كانوا من النساء الرجال والنساء يتساون في هذا لا يوجد فارق في البين إنه منطق القرآن ومنطق العترة الطاهرة ومنهم من يصيره القائم قاضيا بين مئة ألف من الملائكة الإمام ينصبه ينصبه قاضيا قطعا في السماء في الملاء الأعلى فأنصار القائم يكونون قضاة وحكام في الملاء الأعلى الدولة المهدوية دولة يمتد حكمها إلى كل المجرات في زينة السماء الدنيا وما بين الملأ الأسفل إلى الملأ الأعلى هذا هو المشروع المحمدي وهذا هو دين الإسلام وليس الذي يتحدث عنه أعراب سقيفة بني ساعد في خرافاتهم التي تملأ البخاري ومسلم وسائر الكتب الأخرى هذا ما هو بدين محمد دين محمد هو هذا الذي هو دين الله النبي هو الذي يقول صلى الله عليه وآله للباطل جولة وللحق دولة ومنذ زمان أبينا آدم إلى يوم الظهور الشريف إنها جولة الباطل أما دولة الحق فلم تبدأ الحياة الحقيقية ستبدأ حينما تبدأ اللحظات الأولى من دولة الحق التي هي دولة محمد المصطفى إلا أنها تفتتح بقائم آل محمد أما محمد صلى الله عليه وآله يباشر الحكم في آخر عصر الرجعة العظيمة حينما تتكامل الحياة في أبهى صورها وحينما يرتقي العقل البشري إلى أعلى مراقه بحيث لا توجد مرقات بعد ذلك للعقل البشري بحدوده بحدود عالمه نذهب إلى فاصل حينما أحدثكم عن الرجال الفائقين فإنني أحدثكم عن النساء الفائقات أيضا في منطق القرآن الذي هو منطق إمام زماننا لا يوجد فارق خلقي فيما بين الرجل والمرأة إنني أتحدث في أصل الخلقة لا أتحدث عن وظائف الأعضاء ولا أتحدث عن التراكيب البدنية وعن طبيعة الخلايا أتحدث عن أصل الخلقة عن جوهر الخلقة في جوهر الخلقة لا يوجد فارق بين الرجال والنساء القرآن يحدثنا عن ذلك هذه سورة النجم الآية الخامسة والأربعون بعد البسملة وما بعدها وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى على حد سواء وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى الرجل من هنا خلق والمرأة من هنا خلقت وأن عليه النشأة الأخرى للإثنين معا لا يوجد فارق في جوهر الخلقة في أصل الخلقة وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى الكلام هو هو في سورة القيامة في الآية السادسة والثلاثين بعد البسملة وما بعدها أيحسب الإنسان أن يترك سدى الحديث هنا عن الرجال والنساء معا أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى أكان رجلا أم كان امرأة لا يوجد فارق ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى لا يوجد فارق في جوهر الخلقة في أصل الخلقة في مقام الخلقة بين يدي الله أيحسب يحسب الإنسان أن يترك سدى أكان رجلا أم كان امرأة ألم يكن نطفة من مني يمنى ما هو الفارق بين الاثنين ثم كان علاقة ما هو الفارق بين الاثنين فخلق فسوى فسوى رجلا وسوى امرأة على حد سواء فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى الكلام هو هو في سورة الليل في الآية الأولى بعد البسملة وما بعدها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى هناك تساوي كامل لا يوجد تفريق والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى تختلفون بحسب سعيكم فلربما يكون السابق رجلا بحسب سعيه وربما تكون المرأة هي السابقة بحسب سعيها وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى هذا في أصل الخلقة أما في الموقف الديني في الموقف العقائدي في العمل الديني في الشريعة وما يرتبط بعلاقة الرجل بالدين وعلاقة المرأة بالدين وما يترتب على ذلك من مقام ديني للرجل أو للمرأة في العالم الدنيوي أو في العالم الأخروي ماذا يقول القرآن في سورة آل عمران في الآية الخامسة والتسعين بعد المئة بعد البسملة فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم أكانوا رجالا أم كانوا نساء الأمر هو فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب هل يوجد فارق في الموقف العقائدي في الموقف الديني في مقام الرجل أو المرأة دينيا في الدنيا أو في مقام الرجل أو المرأة دينيا في الآخرة دققوا النظر في الآية الآية واضحة جدا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا رجالا أو نساء فالذين هاجروا وأخرج من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب أي فارق في الآية وأي نقطة في الآية تشير إلى افتراق بين الرجل والمرأة في الشأن العقائدي وفي الشأن الديني الكلام في سورة النساء في الآية الرابعة والعشرين بعد المئة بعد البسملة ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن هناك تساون في الإيمان وفي العمل الصالح وهذا هو منطق القرآن في كل سوره يا أيها الذين آمنوا ويا أيها الذين عملوا الصالحات الذين آمنوا وعملوا الصالحات هذا هو منطق القرآن يتحدث عن الرجال والنساء على حد سواء ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا لا يوجد فارق فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة هذا الكلام موجه للرجال وللنساء على حد سواء السياق هو هو في الآية المتقدمة ويستمر المضمون هو هو في الآية التي بعدها التي تتحدث عن حقيقة الدين والعقيدة ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة هؤلاء همو همو ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا إذا ذهبنا إلى سورة النحل وإلى الآية السابعة والتسعين بعد البسملة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن الكلام هو هو أين التفريق فحينما أتحدث عن الصورة الفائقة لمرحلة الظهور وأتحدث عن الرجال الفائقين إنه حديث عن النساء الفائقات في الوقت نفسه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون هل يوجد فارق بين الإثنين وإذا ما ذهبنا إلى سورة غافر وإلى الآية الأربعين من سورة غافر من عمل سيئة من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب من عمل سيئة إن كان رجلا أو كانت إمرأة الكلام هو هو من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب الكلام واضح واضح جدا للحديث صلة أتوقف هنا لأن وقت الحلقة صار طويلا نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي سألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر